يعني كل الأستاذة الكبار اللي اشتغلت معاهم وبتقولي على ده مخرج جبار خلاص يا أستاذة ما تلاقيش هياخد باله هو فعلا مأثر معاك في الشغل بقى المخرج اللي بيصور المسلسل ويحط حتة المزيكة عشان يشد الناس بقى جبار بتتعرض الفنانة إلهام شهين لهجوم كبير من متبعينها ليه كده؟ تعالوا نعرف إيه اللي عملته يخلي الجمهور ينتقدها بالشكل ده كل اللي عملته إلهام شهين إنها بس أشادت بأداء الفنانة مية عمر وده في مسلسلها نعمل أفوكاتو وطبعا ما سلمتش من كلام المتابعين مية عمر نزلت بوست على صفحتها على انستجرام وقالت فيه إن مسلسل نعمل أفوكاتو تريند على منصة شاهد على مستوى العالم وبسلامة نية إلهام شهين علقت وقالت هاي لا يا مي ممثلة صدقة وحقيقية ومتمكنة جدا برافو عليكي وبرافو للجبار محمد سامي أسكى مخرج وكاتب بيعرف يجذب الجمهور إزاي هو عنوان للنجاح والجماهيرية برافو مبروك عليكم وردت عليها مية عمر وقالت لها يا أستاذة إلهام شاهد تجديل وحدها جايسة كبيرة أنا بتعلم منك يا أستاذة وبدأت بقى التعليقات كلها تنطق التعليق إلهام شهين وإزاي توصف محمد سامي بإنه مخرج جبار وقالوا لها يعني حضرتك بعد تكمل أساذة الكبار من المخرجين واللي اشتغلت معاهم بقى المخرج اللي بيصور المسلسل كله وكأنه متصور بوضع البورتري بخلفية البلور في الكاميرات الآيفون وبيحط حتة المزيك عليهم عشان يشد الناس بلا أي تكوين للصورة ولا مبرر منطقي ولا درامي بلا أحداث ولا الكادرات اللي زي الفيديوهات التيك توك بقى جبر خلاص يا أستاذة ما تقلقيش إن شاء الله معاه في العمل الجاي هياخد باله هو مؤثر فعلا مع حضرتك في الشغل اشتركوا في القناة